موسيقى موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديثه الصحافة مشاهدين الأكارم نبدأه من مجلة فوريم بوليسي الأمريكية التي نشرت مقالا للكاتب ديفيت روثكوف بعنوان هل النووي الإيراني تهديد أم أحجيه؟ قال فيه إن الاتفاق النووي المبدأي بين إيران والغرب يستحق الاحتفاء لكنه يعتبر جزءا بسيطا من أحجيه أكبر وأوضح أن هدف الصفقة كان هو الحد من خطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة ولكن يبدو أن هذا لن يحدث وأن هذه نقطة ضعف في هذا الاتفاق المبدأي وأضاف الكاتب أن أكبر تهديد تشكله إيران لا يتمثل في تطويرها الأسلحة النووية فحسبه بل يتمثل في استراتيجيتها النشطة والعضوانية الطويلة الأجل لبسط نفوذها على المنطقة بأي وسيلة وأوضح أن إيران مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود في تقديم دعم بشكل منهجي لوكلاء لها في المنطقة مثل حزب الله في لبنان ونظام الأسد في سوريا وجماعة الحوطي في اليمن والميليشيات والسياسيين الشيعة في العراق ونشرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية أيضا مقالا للكاتب كريستوفر بوكر بعنوان إيران تقود الغرب من أنفه وتساءل فيه الكاتب عن الفوضى المهيمنة التي يتسبب فيها الغرب عن طريق سياسته في الشرق الأوسط وأوضح الكاتب أن الغرب متحالف في العراق مع الشيعة المدعومين من إيران ضد السنة في تنظيم الدولة الإسلامية وأن الغرب متحالف في اليمن مع السنة ضد الشيعة المدعومين من إيران وأضاف الكاتب أن الغرب سعى جاهدا للحصول على هذا الاتفاق دون الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأضاف أن أكثر من ألف إيراني تعرض للإعدام منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى سدة الحكم بينما يستمر الغرب بوصفه بالإصلاحي المعتدل وقال الكاتب إن إيران تجر الغرب من أنفه في كل اتجاه وإنها تؤسس لنفسها وضعا قويا جدا في المنطقة وإن هذا يعد أمرا خطيرا صحيفة تقويم التركية نشرت تحت عنوان لعبة إنجليزية حيث كشف برنامج تلفزيوني تركي عن حقيقة تاريخية حول نهاية العميل البريطاني المعروف بلورنس العرب كان البريطانيون يخفونها عن العالم حيث تم الكشف في البرنامج عن أن جهاز الاستخبارات التركية قد انتقى مأنذاك من العميل البريطاني أدوارد لورنس الذي اشتهر بزرع الفتنة بين العرب سنين طويلة للتحريض على إسقاط الدولة العثمانية في أوائل القرن الماضي حينها قام عنصران من الاستخبارات التركية بمراقبة منزل لورنس الذي كان يشتهر بحبه لقيادة سيارته بسرعة فائقة حيث نصب له كمينا وصدموه في الثالث عشر من شهر أيار نقل على إثره إلى المشفى ليفارق الحياة بعدها في التاسع عشر من الشهر ذاته متأثرا بجراحه وقد عكست الاستخبارات البريطانية هذا الحادث على أنه حادث عرضي وليس حادثا مدبرا لتتناقل الأنباء والصحف البريطانية هذا الحدث على أن لورنس قد ضحى بنفسه وسيارته لعدم الاستضام بمجموعة أطفال كانوا يلعبون على الشارع بدرجاتهم الهوائية وقد تمكن البريطانيون من إخفاء حقيقة انتقام الأتراك منهم أمام العالم مع علمهم اليقيني بتفاصيلها وفي صحيفة الحياة اللندنية نطالع مقالا لغسان شربيل تحت عنوان إنها معركة الإقليم أشار فيه الكاتب إلى أن حروب الإقليم لن تدوم إلى الأبد وستأتي ساعة يجلس فيها المتحاربون والمتنافسون إلى طاولة للبحث في شروط الأمن والاستقرار موضحا أنه عندها سيطالب كل طرف بالاعتراف له بدور وموقعه ومداهر خيوي استنادا إلى الأوراق التي جمعها خلال فترة المبارزة في الإقليم ولفت الكاتب إلى أنه باستطاعة المفاوض الإيراني القول صراحة أو مداورة إن بلاده موجودة على حدود السعودية عبر الأراضي العراقية واليمنية وأنها موجودة على حدود تركيا ليس فقط عبر الحدود المشتركة بل أيضا عبر الأراضي العراقية والسورية وقرب البوابة الأردنية وأنها موجودة على حدود الأمن والمصالح المصرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وعلى رغم فرر السودان من حلف الممانعة وأنها موجودة على حدود إسرائيل عبر جنوب لبنان وبعض الجولان السوري منوهان إلى أن المفاوض الإيراني يستطيع أن يقول أو يلمح إلى أن بلاده أقوى من أمريكا في العراق وأقوى من روسيا في سوريا وأقوى من العرب في لبنان فضلا عن اليمن ورأ الكاتب أنه من هذا المنطلق يمكن النظر إلى عاصفة الحزم كمحاولة لإعادة التوازن الإقليمي ولجم الهجوم الإيراني الكبير مبرزا أن حروب الشرق الأوسط الرهيب لن تدوم إلى الأبد ولا بد من امتلاك أوراق فعلية للمشاركة في رسم ملامح النظام الإقليمي الجديد في زاوية الرأي نشرت القدس العربي مقالا بعنوان تصريحات انقلابية لأوباما بشأن دول الخليج حيث أشارت الصحيفة إلى أعلان أوباما نيته إجراء حوار مع دول الخليج سيعلن خلاله تقديم دعم أمريكي قوي ضد الأعداء الخارجيين لكنه سيشترض عليهم معالجة التحديات السياسية الداخلية وخاصة الانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان وضف أوباما إن أكبر خطر يهدد الدول العربية ليس التعرض لهجوم محتمل من إيران وإنما الغضب داخل بلادهم لاسيما من قبل الشباب الغاضبين والعاطلين والإحساس بعدم وجود مخرج سياسيا لمظالمهم وأضاف أنه يريد أن يناقش مع الحلفاء في الخليج كيفية بناء قدرات دفاعية أكثر كفاءة وطمأنتهم على دعم الولايات المتحدة لهم في مواجهة أي هجوم من الخارج وأضاف هذا ربما يخفف بعضا من مخاوفهم ويسمح لهم بإجراء حوار مثمر بشكل أكبر مع الإيرانيين وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي الاستمرار في لعب دور شرطي الخليج الذي مارسته لنحو أربعين عاما وتكشف تصريحات أوباما أيضا أن الدول الخليجية كانت تستند إلى شعور زائف بالأمان طوال العقود الماضية كما أن أوباما لم يوضح لأسباب الأسباب التي جعلته يسكت في الماضي عما أسماه بالانتهاكات الفضيعة لحقوق الإنسان في دول الخليج إلا إذا كان اكتشف وجودها أو خطرها على أنظمة هناك فجأة أما بالنسبة إلى المطالبة بإصلاحات سياسية وحقوقية التي وردت في تصريحات أوباما فهي حق أريد به باطل إذ أنها كانت ومنزلت ضرورية لأسباب حقيقية وطنية تتعلق بمصلحة الشعوب والأنظمة الخليجية في آن وليس لأن سيد البيت الأبيض قرر أن يستخدمها لتبرير هذا السلوك الأمريكي المزمن والمشيين في التخلي عن الحلفاء والذي لم يكتشفه العرب بدورهم إلا متأخرا جريدة حبر نشرت مقالا لمحي الدين الراشد بعنوان أهاتٌ سورية حيث يشير الكاتب إلى أن آلام أهات كثيرة أحزانٌ وأوجاعٌ كبيرة أطفالٌ يتيمون ثكال يصحن أرامل يبكين يا لتلك الآلام والأوجاع أمهاتٌ فقدنا أبناءهم رضعٌ يموتون جوع نساءٌ ما ودعنا أزواجهن من ذا الذي يشعر بهم من ذا الذي يبكي حزنا عليهم من ذا الذي يتألم لحالهم ماذا يحوي قلب تلك المرأة التي قتل ابنها وزوجها وقصف بيتها وهي الآن مشردةٌ بين الخيام صابرة هل يحوي قلبها أطنانا من حديد أو إنه قد ملئ إيمانا ويقينا كيف لقلب لا يتجاوز حجمه الكف أن يحوي أطنانا من حديد لا بد أنه الإيمان واليقين بالله هنيئًا لذلك القلب عند لقاء ربه جزاءً بما صبر واحتسب ما أثار حزني وألمي إلا تلك المرأة التي ألبست الوسادة قميص ابنها وأخذت تشمه بقوة ودموعها تذرف ولم لا تبكي فقدت فلذة كابدها وتوأم روحها ثم زادني حزنا وألم أن ذاك الطفل الذي لم يتجاوز الثامن من عمره وهو يقبل أباه ميتة يضمه إلى صدره مع بكاءٍ وصياحٍ شديدين واشتد حزني لتلك المرأة الفتية التي تمسح بيدها وجه زوجها المقتول وكأن عيونها منبعٌ للأنهار وبعد ذلك كله يخرج وزير خارجية أمريكا الذي قال لا بد من مصالحةٍ بين المعارضة والنظام أية المصالحة تصور مع تلك المرأة التي فقدت ابنها أو زوجها وهي تسمع تلك الكلمات تسمع من فم ذاك الغبي المصالحة والحوار ما موقفها يترى؟ وختم الكاتب بالقول سأترك الجواب للثكالة والأرامل واليتامة صحيفة العرب القطرية نشرت مقالاً لشريف عبدالغني بعنوان في أم الدنيا الحمار هو المحبوب والمعشوق حيث يشير الكاتب إلى أن مصر ليست أم الدنيا بل هي كذبةٌ ووهم صدره لنا حسين الجسم ونانسي عجرم والمرحومة الشحرورة صباح الوطن المغمور حتى كيعانه في تفاهة إعلام وسياسة العكشنة والفكاكة والمغموس إلى صدره في زغري دماماً مثالية في فعبده ابتهاجاً بإنجازات دولة مفيش والمنقوع حتى رأسه في طشد غسيل سمى المصري وهي تسب الرئيس الدكتور محمد مرسي لا يصلح ولا يصح أن يكون أم الدنيا ولحدها خالة الدنيا هذه ليست مصر التي نريدها أم الدنيا وستها وتاج رأسها ودرة جبينها هي أمريكا وما أدرك ما أمريكا الحمار هو رمز وشعار الحزب الديمقراطي اختيار الحمار رمزاً لديمقراطيين الأمريكيين يرجع لقصة طريفة حدثت خلال حملة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1828 في ذلك الحين كان أندرو جاكسون هو مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة وأطلق عليه خصومه ومعارضوه ومنافسوه لقب الحمار بعد أن اتهموه بالحماقة والغباء المستر جاكسون لم يعترض على هذا الوصف بل أعلن التحدي وأخذ يتحدث في حملته الانتخابية عن صبر الحمار وقدرته الهائلة على التحمل واستعداده الدائم لخدمة الآخرين دون شكوى أو تذمر وأصدر الرجل أوامره بطبع صورة الحمار على كل لفتاته ومنشوراته الانتخابية واكتسب الحمار شعبية هائلة حتى أصبح شعاراً رسمياً للحزب ما دفع الحزب الجمهوري المنافس لاختيار حيوان آخر وهو الفيل رمزاً له لكن بلغاريا الغلبان في أوروبا الشرقية سبقت أمريكا وأوباما وحزبه بعد موافقة لجنة الانتخابات الرسمية هناك قبل سنوات على قبول ترشيح أحد الأحزاب حماراً يدعى ماركو لمنصب عمدة مدينة فارنا وذكر الحزب أنه لا فرق بين مرشحهم الحمار والعمدة وأنه إذا كان الحمار ركوبة أو مطية للشعب فإن العمدة ركوبة ومطية لرئيس الوزراء البلغاري البلغاري ويخطب الكاتب بالقول لو استبدلنا الأسد وأشباهه بحمار هل كان سيتورط في هذا العار التاريخي ويدفع بجيش الشعب إلى دك الشعب لو حكم ماركو مصر ثلاثين سنة بدلاً من مبارك هل كان حال البلد سيسوء أكثر مما هو سيء وهل كان دور القاهرة سيتقزم أكثر مما تقزم وأخيراً لو جلس ماركو مكان عصابة ترامدول هل كان وضع شعب فيفي عبدو ووطن علي الحجار سيكون أكثر بؤساً وتفاهة وهيافة مما هو عليه الآن بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم دائماً بكل خير نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة